بعدها النقابة العامة للعاملين بالكيمويات برضو بيان لشكر الرئيس تلاحظوا ليه لان معظم هذه النقابات عبرت عن رأيها ومنذ فترة مطالبة الرئيس بالترشح وهم مطالبين بايه ان احنا بنكلب يعني دادا نخابة العاملين بالكيمويات لاستكمال خارطة الطريق من مشروعات استراتيجية طبعا ما تنسوش ان صناعة الكيمويات شهدت تقدم غير طبيعي واصبح الطلب على العاملين في هذه الصناعة خاصة مع دخول حاجات جديدة والهيدروجين الاخضر وغيره وغيره فاصبحت فرص وجود عمل جديد ليهم بل على العكس ان هناك طاقة استيعابية لأكتر من 200-300 ألف مواطن في الصناعات الجديدة للطاقة الجديدة والمتجددة على الاقل في خلال السنتين الجايين دول بسبب الصناعات الجديدة للاخرية ده مش هقولك بعد خمس سنين حيبقوا مليون ولا مليون ونص لا انا بقولك الان وانا بكلمكم بارقام على فكرة لان انا متابع الحاجات دي ترجمة نانسي قنقر